سلام عليكم طريقة عمل بلوك لكاميرا الموبايل كما نشاهدونا في بلاي ستور جوجل بلاي عند البحث عن كاميرا بلوك تجد الكثير من التطبيقات مفائدة التطبيقات مثلا ان كان جهاز الموبايل خاص بك عند طفل يلعبه فاكيد ستجد انه استخدم الكاميرا وصور الصور وفيديوهات والكثير من الامر فبهذا البرنامج يمكنك عمل بلوك مؤقت للكاميرا لتوقيفها تماما عند البحث كما قلت كاميرا بلوك تجدها النتائج ويمكنك هنا تجربة الكثير منها مثلا عند الدخول الى هذا الثاني تجد انه مثلا يحتوي على اعلانات ربما اعلانات مزعجة تكون في كامل الشاشة او اعلانات بسيطة فتجرب وكذلك تقرأ ما اه تجارب الاشخاص الاخرين لتطبيق وما يقولونه عن ذلك التطبيق ان كان يهمك حجم التطبيق ربما فهذا الاحمر هذا اه حجمه صغير جدا كما شاهد له ميم يصل واحد ولكن اه يعرض في الاعلى ايقونة في الاعلى هنا تظهر تلك الايقونة ويمكنك الوصول الى ذلك التطبيق وتوقفه ببساطة. فلتجنب هذا وكل هذا انا جربت الكثير من التطبيقات واجدت احسن وهذا الاول رغم بعض التعليقات السلبية كما انه يتضمن اه اعلانات اعلانات هذه تكون فيها الاسفل قائمة او مستطيل صغير. اه طريقة العمل عليه بسيطة جدا تضغطها الايقونة وفيه بعض البرامتر سنطرق اليوم نجربه في اه الموبايل من هنا تابع. نجرب التطبيق هذا هو كاميرا بلوكر. فبمجرد الضغط هنا يعمل مباشرة اعلان بسيط في الاسفل نجرب الان الكاميرا بمجرد ضغط عليها يتم اقفالها مباشرة ولن تعمل. حتى لو استخدمتها في تيك توك فلا يمكنك اضافة اه الفيديو في تيك توك بمجرد محاولة الاضافة اه يمنعك من ذلك لان الكاميرا موقفة. كما ان في العالة لا يوجد اي ايقونة ان ذلك تطبيق يعني. فاآ للوصول الى ذلك لاخفاء تلك الايقونة تقوم بالدهاب هنا الى تفضيلات اخترت اللغة العربية لاستخدام اظهار الاشعارات. كما نشاهد في العالة تظهر اشعارات. نقوم باخفائها. كذلك هناك بعض الميزات ويمكنك تجربتها. المهم ان كنت تريد العمل فقط اقفاء الكاميرا في هذه الخيارات تكفيك. كما شاءتم طريق تعمل التطبيق بسيطة جدا. يمكنك تجربتها وتوصل اليه تحت الفيديو ان اردت. في الاخير اه يمكنك دعمنا باشتراك في القناة الى الشرح القادم. السلام. اشتركوا في القناة